هذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإعفاء عميد كلية الفرابئة الاهلية قادر حمود الشرع إذ فعلها في حزيران من عام 2019 قصي السهيل وبرر السهيل قراره وقتها بارتكاب العميد ومعاونه وآخرين أفعالاً تتنافى مع القيم التربوية والعلمية ومرة أخرى هذا الشهر ينهي وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل عبدالصاحب تكليف قادر حمود الشرع من تسيير أعمال كلية الفرابئ وتكليف أحمد كيلان عبدالله بدلاً منها هناك عادة امتحان تنافسي يسموه بين الطلاب الكليات الأهلية والكليات الحكومية يختارون مادة ثلاثة عادة يصير الأسئلة موحدة فظاهر الجامعة صار نوع من الارتخاب بالرقابة بالكلية الفرابي وسمحه بشأن الإدارة الكليبية معنية العمادة معنية بالدرجة الأولى بهذا الغش طبعاً وبالرغم من أن القرار صادر في التاسع من حزيران الجاري لم يوضح أسباب الإعفاء كما فعل السهيل إلا أن المعلومات التي توفرت للتغيير تشير إلى فساد كبير في إدارة العملية التربوية سواء بالغش أو تسريب الأسئلة الانتحانية لبعض الطلبة وهو ذات الأمر الذي تسبب بإعفاء الشرع أول مرة